اختارت منظمة الأسرة العربية العاهلة المغربية الملكة محمد نساريس شخصية هذه السنة وذلك عرفاناً له بالأعمال الإنسانية والاجتماعية التي مفتئة يقدمها لفائدة الأسرة المغربية تسعى جائزة الأسرة العربية إلى إيجاد مساحة للتنافس بين الشخصيات القيادية والرائدة في العالم العربي التي تمكنت انطلاقاً من موقعها من خدمة التربط الأسري وتبرز هذه الجائزة الدورة الرياضية والفاعلة للأسرة العربية من خلال طرح مشروع حضاري ترعاه الجهة المانحة باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي تعنى بقضايا وهموم الأسر في الوطن العربي هذه الجائزة عربون محبة منا كمنظمة الأسرة العربية وجامع الدول العربية وتقدير منا لمسيرته الحافل بالعطاء وما قدمه للأسرة المغربية كل عناصر الأسرة العربية تقول أن صاحب الجلالة قد قام بدور مقدر على مستوى المملكة المغربية وعلى مستوى العالم العربي وعلى المستوى الدولي تستقطب المنظمة التي تأسست أواخر سبعينيات القرن الماضي العديد من الأفكار والمشاريع الهادفة إلى تعزيز الأمان الأسري ومواجهة تحديات العصر المنظمة التي اخترت العهل المغربي شخصية هذه السنة استحضرت الثورة التي أحدثتها مدونة الأسرة في النسيج المجتمع المغربي والتي عدتها نموذجا يحتدى للبرامج والمشاريع الإصلاحية والتنموية على صعيد العالم العربي وقد مثل العهل المغربي في هذا الحفل الأمير مولي رشيد الذي تسلم الجائزة من حاكم الشارقة اشتركوا في القناة